اشهد رئيس مجلس الوزراء المصرية دكتور مصطفى مدبولي بالسياسة الحكيمة والرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه فضلا عما حققته مملكة البحرين تحت قيادة جلالته من إنجازات تنموية وعمرانية وحضارية رائدة يشهد لها القاصي والداني وخلال استقباله لسعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالقاهرة أكد رئيس الوزراء المصري إن الشعب البحريني يجني ثمار الإنجازات التنموية والإصلاحات التاريخية التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة مشيرا إلى أن الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من مكانتها في المنطقة ونوها في الوقت ذاته بخصوصية العلاقات المصرية البحرينية وتمييزها والتي تنطلق من الرؤية الحكيمة والموحدة إذا أمختلف القضايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر